السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيبتي اليوم في قناتكم قناة وصفات لكم وصفة اليوم إن شاء الله هي من الوصفات البسيطة والسهلة جداً لكن مفعولها رائع قوية ستعمل لكم على إزالة التجعيد إزالة الخطوط وأيضاً ستعمل على تنقية البشرة وتبيضها لدرجات بالإضافة إلى أنها ستعمل على إزالة آثار حب الشباب بالنسبة لوصفتنا لليوم تتكون من مرحلتين مرحلة أولى وهي مرحلة مهمة مرحلة التقشير ثم المرحلة الثانية التي ستكون عبارة عن ماسك قوي لشد البشرة وأيضاً لعلاج كل الخطوط بها إذن على بركة الله سنبدأ بأول مرحلة وهي مرحلة التقشير إذن حبيباتي بالنسبة لأول مكون سنحتاج إليه مكون ممتاز ومبيض ومقشر ألا وهو السكر السكر البني أو السكر الأبيض المهم استخدموا ما هو متوفر لديكم أنا سوف أستخدم هنا السكر الخشن لأنه رائع ومقشر ويعمل على تبيض أي منطقة بالجسم هو رائع كذلك للمناطق الداكنة للمناطق الحساسة بالجسم يعمل على تقشيرها سأضيف هنا ما يعادل تقريباً مقدار ملعقة تكون ممتلئة هكذا من السكر الخشن سواء كان سكر أبيض أو سكر بني دائماً حسب ما هو متوفر لديكم كما أننا سنحتاج هنا أيضاً لزيت الزيتون ويفضل لو كان زيت زيتون بكر سأضيف تقريباً ملعقة هكذا من زيت الزيتون البكر أي زيت زيتون طبيعي مئة بالمئة ثم سأضيف العسل عسل النحل ملعقة من عسل النحل العسل هو مضاد للأكسدارة كذلك في تقشير البشرة وأيضاً إزالة كل الخلايا من البشرة سنقوم هكذا بدمج وخلط العناصر حتى نتحسل على سكراب أو مقشر هو الذي سوف نضعه على البشرة إذن كما تلاحظون نقوم هكذا بالمزج إذن ها نحن قد حصلنا على مقشر وفي نفس الوقت سيعمل كمبيد لنا بالنسبة لطريقة عمل هذا المقشر دائماً تقومون بتنظيف البشرة بالماء حتى تتفتح المثامات ثم أخذوا كمية من هذا المقشر وطبقوها تطبقون كمية من المقشر على البشرة بشرة الوجه كذلك الرقبة بحركات دائرية هكذا ناعمة كما تلاحظون نركز دائماً حبيباتي على المناطق التي بها الرؤوس الثوداء كمنطقة الأنف الدقن المقشر هو خطوة ضرورية دائماً لنجاح أو لنجاح عفواً أي ماسك سواء كان ماسك لإزالة التجاعد أو لتبييض البشرة تستمرون بالتقشير تقشير بشرتكم تقريباً مدة تتراوح تقريباً من خمس إلى ست دقائق هكذا بعدها تقومون بغسل بشرتكم بالماء الفاتر بطبيعة الحال ثم سنمر بعدها لتحضير الماسك الذي سوف يعمل على تغذية البشرة وأيضاً شدها إذاً في وصفة اليوم أو الماسك المزيل للتجاعد سنحتاج هنا إلى النس كافي أو القهوة سريعة الدوبان يمكنكم هنا أيضاً استعمال حتى القهوة العادية سنضيف هنا تقريباً مقدار ملعقة من النس كافي أو القهوة سريعة الدوبان بهذا الشكل ثم بعدها سنضيف مكون آخر مكون رائع جداً وهو اليوغورت الطبيعي أو الزبادي بدون نكهة وبدون سكر إذا توفر لديكم حتى القشدة الطرية إذا كانت متوفرة لديكم ممكن أن تستخدموها لأنها هي الأخرى رائعة جداً أنا وضعت هنا تقريباً مقدار ملعقة من اليوغورت أو الزبادي كما قلت لكم بدون سكر وبدون نكهة سنضيف كذلك ما يعادل كمية ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي عسل النحل وأيضاً تضيفون مكون آخر ألا وهو عصير الليمون الحامد إذا كانت البشرة حساسة ممكن هنا أن تستغنوا عن الليمون الحامد أما إذا كانت عادية أو ذهنية فأضيف تقريباً مقدار ملعقة صغيرة هكذا أنا أضفت لدي هنا تقريباً مقدار ملعقة صغيرة ثم سنبدأ بالخلط نخلط وندمج العنافر جيداً إلى غاية ما تدوب لنا حبيبات القهوة سريعة الدوبان نخلط المكونات مع بعض هكذا بالنسبة لهذا الماسك كما قلت لكم سوف يعمل لكم حتى على تفتيح البشرة بالإضافة إلى أنه ماسك مغدي رائع ممتاز يعمل على إزالة كل شوائب البشرة مغدي بامتياز لأن هنا كل المكونات مغدية أيضاً القهوة سريعة الدوبان وهي مضادة للأكسدة كذلك العسل هنا الزبادي مرتب يعمل على علاج جفاف البشرة بالخصوص دوات البشرة الجافة فهذه الوصفة رائعة جداً جداً لكم استخدموها وذاوموا عليها طبعاً بعدما قمنا هنا بتدويب القهوة جيداً وحصلنا على شكل كريمة بهذا الشكل بعدما قمنا كما رأيتم بتطبيق هذا المقشر وغسله يعني إزالته بالماء الفاتر تأخذون هذا الماسك تفردونه سواء بواسطة أطراف الأصابع بهذا الشكل نفرد دائماً هذا الماسك بداية حبيباتي من الرقبة إلى كامل بشرة الوجه نضعها كذلك على التجاعد تجاعد الرقبة أيضاً حول الفم حول العينين كذلك بين الحاجبين تجاعد الجبهة نركز دائماً على المناطق التي بها التجاعد بالنسبة لهذه الوصفة إذا كانت لديكم تصبغات قوية على البشرة سوف تعمل على إزالتها من آثار الشمس كذلك كما قلت في أول الفيديو آثار حب الشباب أيضاً النماش والكلف ستعمل على تخفيف من غمقان الكلف فقط حبيباتي يجب أن تداوموا على هذه الوسطة بالنسبة للمقشر استخدموه مرتين في الأسبوع أما بالنسبة لهذه الوصفة استخدموها بشكل يومي أي إذا تبقى لديكم كمية منها احتفظوا بها في التلاجة ثم استخدموها لليوم الموالي لأنها تستخدم بشكل يومي بالفعل وصفة ممتازة وسوف تعطي نتائج رائعة لأنها مجربة من طرف العريض من الفتيات ومني شخصياً كما قلت بالنسبة للتفتيح سوف تعمل على تفتيح البشرة لدرجات بعد غسل هذه الوصفة بعد تركها مدة نصف ساعة قموا بغسلها ثم في الأخير خذوا تونر تونر ماء الورد يكون بارد وقموا برشه على بشرة الوجه وفي الأخير قموا بمرحلة الترطيب سواء بزيت لوز حلو أو بزيت الزيتون أو حتى بزيت جوز الهند إذن حبيبتي كان هذا هو فيديو اليوم للتخلص من التجاعد وآثار أو علامات التقدم في السن أتمنى دائماً أن أكون عند حسن ظنكم طبعاً إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الوصفة مع الأصدقاء إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء